السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رايحين نحلو نموذج من فروض الفصل الأول لتلاميذ سنة أولى ثانوي جميع الشعب نتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يفيدكم وتستفادوا بالنسبة هنا لطريقة الفروض رايحات تختلف عن السنة الرابعة متوسط كيما تعودتوا عندكم نص وأسئلة خاصة بالنص والقواعد ووضعية إدماجية هنا المواضيع تختلف كي المواضيع بنفس الطريقة وكي المواضيع هي عبارة عن أسئلة خاصة بالنص والباقي كامل قواعد إذن نبدأ على بركة الله في هذا النموذج بسم الله هنا عدنا رسالة نص عبارة عن رسالة شوفوا في الأعلى عدنا عنوان وتاريخ وفي الأسفل أيضا عدنا اسم وعنوان إذن عدنا هذا العنوان يكتب المرسل اللي يكتب الرسالة هو عنوان المرسل إليه اللي رح يستقبل هذا الرسالة إذن في الأعلى عدنا عنوان المرسل أما في أسفلها فعدنا عنوان المرسل إليه مع كتاب تاريخ هذه الرسالة مع عنوان المرسل إذن نقرأ مع بعض هذه الرسالة طلب لي عمل كمهندس إلكتروني لقى هذا المقال في يوم الأكتوبر 22 لقى طلب عمل يحوسوا على مهندس إلكتروني وبما أنه رايح يكتب الطلب رايح يكتب هذا الطلب الخاص بالعمل اللي هو job application رح يبعث لهم طلب العمل معه الدبلومنتاع I'm 30 years old and single I am an Algerian doctorate student in the department of science technology at London University where I have been studying for the last three years Before that, I was a student in physics and electronics at Algees University for three years where I graduated four years ago While I was studying in Algees I had some necessary industrial experience every year with Algerian firms إذن عمري 30 سنة وعازب جزائري متحصل على الدكتورة كان يقرأ في معهد العلوم والتكنولوجيا في جامعة لندن وكي كان يقرأ في هاتل سنين وقبل ما يقرأ في لندن كان يقرأ في جامعة الجزائر للعلوم والفيزياء أو للفيزياء والإلكترونيك بجامعة الجزائر قرأ في هاتل سنوات وتخرج منذ أربح سنوات وكي كان يقرأ في جامعة الجزائر تحصل على experiences في هذا المجال وعمل في مجال التكنولوجيا والإلكترونيك عفوا في الجزائر هنا مد المعلومات الشخصية نتاعه ومد الخبرة نتاعه ووش عنده ديبلوم قبل ما أجيب لندن أعمل لم يوم بدينا أماني لدينا تحصل على على ما أين كنين في مجال التكنولوجيا في الجزائر أين أتجاريك في الجزائر أ letzte عاما في الجزائر أين أماني أتجاريك في جزائر أخرى كمانا في مجالات جزائر إذن هذا النص عبارة عن طلب عمل إذن هنا عدنا الأسئلة الخاصة بالنص بعدما تقرأوا النص رايحين تجاوبوا على الأسئلة الآتية ما هو النوح هذا النص التمرين الثاني عدنا صحيح أم خطأ فاريد is an English doctorate student He holds two degrees from Algiers and London universities He visited electronics firms in London to make researches أقرأوا لكل جمل حوسوا عليهم في النص أو في الرسالة وشوفوا إلى صحيح أم خطأ ركزوا فقط التمرين الثالث Answer the following questions according to the text نقرأوا السؤالين ونجاوبوا عليهم من النص What job does فاريد apply for? Where has فاريد worked before? من النص Number four In which paragraph does? فاريد present his educational and professional experiences mentioned in the text In paragraph وش من الفقرة اللي فاريد ذكر فيها الخبرة التاعه والمستوى التاعه التعليمي وش من فقرة Number five What or who do the underlined words refer to? عدنا I, where and you أقرأواهم في النص وشوفوا على واش يعودوا نتقلوا إلى التمرين الموالي Fill in the table below with information from the text عدنا الجدول في خمس خانات رحي ننعمره من النص بمعلومات خاصة بي The sender's name الاسم المرسل تع الرسالة The receiver's address عنوان المرسل إليه The date تاريخ الإرسال Greeting form كيفاش افتحنا الرسالة كيفاش بدنا نكتبو فيها التحية اللي مذكورة في الرسالة و-inclosing form اللي هي التحية أو العبارة اللي ختم بها الرسالة نتاعوا عدنا greeting وال-inclosing هما العبارة اللي نفتحوا بها اللي نختموا بها الرسالة Number seven Find in the text words that are closest in meaning to ورحي نشرحوا To ask for a job وشنو هي الكلمة اللي يتخرج على هاذ الجملة وعدنا various synonym التحام الأولى راه في الفقرة الأولى والثانية راه في الفقرة الثانية Number eight Complete the table as shown in the example وحي نعمروا الجدول بverbs و nouns To apologize عدنا الاسم هو apology To apply ندرووا the noun انتحة وعدنا presentation ندرو لها الverb انتحة و-to inquire ندرو لها الاسم انتحة Number nine Put the frequency adverbs between brackets on the right possession in the sentences below عدنا ثلاثة frequency adverbs رحوا ثلاث جمل كل جملة رح ينتقرواها مليح عفوا وتستعملوا frequency adverb في المكان المناسب ركزوا فقط في التمرين James has not been in England since 2009 James ما زاد شرح للانجليز منذ عام 2009 كندرو always في الجملة وش نغيره وكيف تتغير الجملة Maria wrote a letter to Elizabeth Robert عدنا usually عادة مرية تكتب رسالة لاليزابيث كيفاش نبدلوها He is an assistant engineer in computer school firm عدنا never كيفاش وين حطوها ووش نبدلو في الجملة عدنا التمرين العاشر عدنا ثلاث فراغات مع ثلاث كلمات رحين نعمروا الفراغات عدنا users internet and networks The is a global system of interconnected computer that use the standard internet protocol suite to serve billions of inward wide هنا ركزوا في التمرين وعمر الفراغات عدنا التمرين الأخير Classify the following words according to the number of their syllables عدنا one syllable two syllables and three syllables عدنا engineer post institute and student كل كلمة وين الجي اللي في one syllable اكتبوها في two وفي three إذن هذا هو الموضوع الخاص بفرض الفصل الأول لسنة أولى ثانوية عفوا جميع الشعب إذن هنا ركزوا وحاولوا في مسودة ثم قارنوا الإجابة تحكم بالإجابة الموجودة في هذا الفيديو إذن الإجابة أو الحل الخاص بهذا النموذج هو the text is a job application هو عبارة عن رسالة طلب عمل عدنا التمرين الثاني force true true force true true أوكي الحلول رهم في النص بعد هنا جاوبنا على الأسئلة number three what job does Farid apply for he applied for electronics engineer where has Farid worked before he worked for nine months in a computer institute in Algees سؤالين إجابة تحمرهم في النص إذن هذه هي جواب هذا التمرين in which paragraph does Farid present his educational experiences إذن he presented his educational experiences in paragraph two بعد عدنا الكلمة على وش تعود عدنا I تعود على Farid you على Miss Elizabeth أوكي ها أ 잘�ك מחرون top ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة